إعلقات إسكندريا بالمهرجانات, لأن أنا بشوف مطربين راب ومهرجانات كتير خارجين من إسكندريا إيه العلاقة البحري يعني ولا الموضوع أي لأ بتوع الراب أصلا أكثرهم من إسكندريا يعني ويكس من إسكندريا ناس كتيرا ناجحة من الراب حتى أكثرهم طوال المهرجات برضو من إسكندريا فعشان كده دايماً البلد دي طالع منها موايب حلو أي يعني أنا أصلاً صعيدي بس والديت في إسكندريا وربيتنا في إسكندريا عظيم جدا. اه ربتنا في اسكندرية. فانا بنزلت القاهرة قلت يعني اخد بقى مسيرة كده شوف دخلت وتبقى دلت وتكسفت في حق كتير قوي وناس قالتلي انت مش هتنجح رجع بلدك. حد قالت مش هتنجح صوتك وحش مسلا قالت ليه مش هتنجح. كتير يعني من ضمن واحد من ضمن الاسماء كان حد معروف جدا بس بلون ذكرت. اه قال لي انت مش تنجح ابن روح غني بلدك واحلى. يعني انت جالك ارى ليه. في بلدكو اصدد غني بالسعيد يعني. اللي هو يعني روح اسكندرية. اه اه يعني هو معناها كده انا فيش حدا يساعدك. فالحاجات دي بالعاكس القدم هي كانت بتأثر علي وكانت بتخليه مسلا لو لو نزلت دم واحدة من عيني على اللي انا كنت فيه بس علمتني حاجات كتيرة ايوة انا كنت بنيلها قدامي. والحاجات دي اللي انا فيه ده مش مش يعني منفراغ.